السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي طلاب وطالبات مرحلة التأسيس ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض اخر حرف من حروف المتحركة اخر حرفة في الفاولز احنا كنا بدأنا الكورس الاول مرة يشوفنا الكورس اسمه ازاي اعلم ابني انجليزي في البيت بدأنا فيه من اول طريقة كتابة الحروف وتعلمنا فيه ازاي نقرأ مع بعض واخدنا الحروف المتحركة مع كل حاجات تخصها مع كل اصواتها ونهاردة ان شاء الله وصلنا للحلقة بتاعة حرف اليو اخر حرف الحروف المتحركين هنشوف اصواته ايه وبننطقه ازاي اللي اول مرة يشوفني ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يتابع معايا كل الحاجات اللي احنا بنزلها النهاردة هنشوف اصوات حرف اليو اول حاجة عندي short u اللي هي اليو القصيرة زي ما احنا اتفقنا ان كل الحروف المتحركة لها صوت long وصوت short النهاردة هناخد short u صوت اليو اه اه طيب نشوف كده هيتنطق ازاي انا عندي الاس صوتها س س واليو اه يبقى ص ص والان ن يبقى ص ن صن ص ا ن صن وقلت انا هعلم ابني هينطق كل حرف كده صوته لوحده وبعدين هبدأ اشبكوا مع بعضه س ا ن س ا ن صن طيب م ا ج م ج م ج ر ا ن ر ن ر ثم حرف س طبعا احنا عارفين انا صوته ك معادة لو جي ورا اي او اي او واي هيبقى صوته س يبقى هنا ده هنطقه ك يبقى ك ا ك ب دي بتقيلة صوتها ب ب يبقى ك ب كب طيب حرف ج قلنا صوته ج ج ولو ج بعده اي او اي او واي هيتنطق ج اما هو صوته ج يبقى ج ا ج ن ج ن جن حرف السي صوته ك ك ا ك ت يبقى على بعضها ك ت ك طيب نيجي بعد كده ده صوت الشورت يو صوته ا وبننطقه بيكون بين حرفين ساكنين يعني الكلمة بتبدأ بحرف ساكن اليو حرف ساكن يبقى صوته ا طيب نمبر تو لونج يو اللونج يو اللي هي اليو الطويلة لك بتنطق يو بيقول لي بتتنطق حرف اليو هي واخد حقها كده وبتقول اسمها يو لما يكون بدأت كلمة بحرف ساكن وبعدين حرف اليو بعدين حرف ساكن وبعدين حرف الاي وقلنا الاي هنا لما تكون اخر الكلمة لا تنطق بتكون سايلنت واسمها الماجيك اي يعني الاي السحرية ليه ماجيك اي ليه سحرية عشان هي مش بتتنطق بس بتخلي الحرف المتحرك من اللي معاها هنا ايا كان بيتنطق باسمه مش بصوته يعني لو يو هيبقى يو لو كان آي هيبقى آي كده واحنا شفنا الحلقات اللي قبل كده اللي عايز يشوفهم موجودين في قائمة تشغيل اسمها ازاي اعلم ابن انجليزي في البيت هيلاقي شرح لكل الحاجات دي طيب احنا هنبتدي نقرة دلوقتي هنا حرف السي صوته ك وهنا اه يبقى ك ت قط م ا ا ت مط ك اب قب طيب نجي نحط لهم الاي الماجيك اي الاي السحرية مش هتخلي دا يقول اه هتخلي يقول يو يعني ك يو يبقى يبقى دي كط لكن هنا كيوت مط ميوت كب كيوب أنا عندي كده عرفت من الإي اللي في آخر الكلمة دي يعني هي مش بتتنطق بس إيه بقى وظيفتها إنها بتخلي الحرف الفاول اللي هنا يقول اسمه مش صوته بتغير طبعا النطق خالص طيب بيقولي فيه ملحوظة على حرف اليو حرف اليو لو جي بعده أكتر من حرف ساكن يعني مش حرف ساكن واحد لا ده كتير لا تنطق اليو باسمها طيب أدي الحرف ساكن أهو يو وهنا فيه آخر الكلمة حرف الماجيك إيه طب هنا أر و إس مش حرف واحد ساكن لأ ده دولة اتنين حرف الار وحرف الاس طب ننطق الكلمة دي نيرس لأ غلط ده يقول أ زي ما هو ن نيرس يبقى حرف اليو لو جي بعده أكتر من حرف ساكن لا تنطق يو باسمه مش بنتنطق يو باسمه زي ما احنا كنا لسه بنشرح ليه؟ عشان جي حرفين ساكنين مش حرف واحد بيرس بيرس كيرف 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 الطريقة دي يو و إيه ما فيش بعضهم حاجة تانية وما فيش حروف تانية فاولز معاهم بتتنطق كأنها أو طب نبدأ نشوف بل بل أو بلو بلو أو بلو تري تري أو ترو عشان احنا قولنا دولا مع بعض هيتنطقوا أو ترو كل و كلو كل و كلو يبقى بلو ترو كلو طيب رقم ثلاثة بيقولي تنطق زي الإي لو و الYU وراها آر تنطق زي A B B B Bern Bern B A Bern Turn 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 F 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 P P P P P P P يبقى احنا لو جاء حرف اليو وراء R تنطق A A مالة صغيرة قوي يعني I زي الالف كده A مالة صغيرة حتة صغيرة P P P A P 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 بيقولي رقم اربعة كلمات شازة يعني شازة عن اللي احنا قلناه ده حاجات مختلفة بيقولي تنطق U O اذا جي بعدها L زي كلمة FULL FULL PULL 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 كبان عندي PUT PUT TOUR يبقى القعدة بتقولي لو O جي بعدها L L بتنطق O اما بقى الحاجات دي دي حاجات شازة ملهاش قاعدة اللي هي PUT PUT TOUR اما لو جي بعدها L L تنطق O PULL PUL PUT طيب بيقولي يمطق حرف U باسمه اذا جاء اول الكلمة وبعده N I يعني المقطع ده على بعض كده UNI هقرأوا كده طب نشوف يونت يعني الوحدة بناخد يونت وان يونت تو يونت ثري يعني الوحدة الاولى الوحدة التانية كده هم طب الكلمة اللي بعدها يعني الجمعة كمان عندي كلمة يعني يعني الزي اللي بنلبسه في المدرسة اي زي موحد اسمه يونيفورم يونيفورم يبقى المقطع يونيفورم يونيفورم خلاص يبقى النهاردة ان شاء الله كملنا مع بعض حرف اليوم يارب تكون الحلقة عجبتكم واستفدته واللي استفد مننا ياريت اشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يتابع معايا كل الفيديوهات وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي هنكمل مع بعض ازاي اعلم ابني انجليزي في البيت جود باي